لما نسوا من التدريب العسكري الجيش الامريكي الجنب يضربهم الامريكانكم يضربوهم فبقى عندهم جيش موجود في أفغنستان طب احنا عندنا هدف اخر ما بعد التحاد سوفيتي نعمل ايه؟ عايزين الدول العربية نغير انظمة الدول العربية دي فكرة التغيير الدول العربية عشان نقيم ايه؟ دريجن قالك ايه؟ قالك احنا بندعم هؤلاء عشان ندعم حكم اسلامي دريجن قالك احنا بندعم الناس زي عشان نقيم الخلافة الاسلامية خلافة رئيس الولايات الامريكية بيتكلم على اقامة خلافة اسلامية في العالم العربي يعني لما تسمع هذا الكلام تقول ايه؟ الموضوع من بدري يا جماعة الموضوع من بدري مش وليد النهاردة ولا وليد 2011 ولا 2013 لا حضرتك من بدري بكلمك من ايام ريجن بقولك بندعم هؤلاء عشان اقامة الخلافة الاسلامية ونقيم دعم لحكومات اسلامية لكن الحكومات التي كانت موجودة دي مش اسلامية في وجهة نظر امريكان فتم هذا الدعم فقعدوا الناس في افغانستان نعمل ايه طيب؟ نبعت منهم ناس يروحوا مصر ويروحوا ليبيا ويروحوا الجزائي ويروحوا السعودية ويروحوا الدول العربية اللي يجون منها ما خلاص عشان نعمل ايه؟ اقامة حكومات اسلامية مين اللي يقيمها التنظيمات الارهابية مين اللي يدعمها؟ الولايات المتحدة الامريكية هو ده التاريخ لو انت عايز تعرف بالضبط وعلى فكرة مش بقولك الكلام ده هذا الكلام كتبته مرات ومرات في الاهرام مجلدات بقولك يعني عملوا الحكاية دي وبدأوا يعودوا او تعود هذه العناصر الى بلدها قنابل موقوتة قنابل موقوتة تعمل تفجرات وارهاب فرجعوا في بداية التسعينيات الاول رجع تمانينات محاولات اغتيالات لوزراء الداخلية متعاقبين منهم اللي هو حسن مباشر اللي هو زاكي بدر اللي هو نبو اسماعيل في اواخر التمانينات ثم بعد ذلك بدأوا باغتيال الدكتور رفعة المحجوب من عناصر من اللي اغتلته تسعين اكتوبر اثناشر اكتوبر تسعين واللي كان الهدف وزير الداخلية وقتها اللي هو محمد عبد الحليم موسى الناس رجعوا من افغنستان فنقتل وزير الداخلية محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية خط سيره فيقتله رفعة المحجوب ريس مجلس الشعب في ذلك الوقت ثم محاولات اغتيال الدكتور عطف صدقي ودي عملية من العملية التورط فيها اي من الظاهر شخصيا حول اغتيال رئيس وزراء مصر عام تلاتة وتسعين وهو خارج عند امام الحرس الجمهوري في منشيت البكري كان لأول مرة يتم استخدام سيارة مفخخة لاغتيال رئيس وزراء مصر ونجى وتم وقتلت واغتيلت طفلة في مدرسة اسمها شايماء طفلة كانت ماشية قتلت في ذلك الوقت وتم اطلاق بالمناسبة مدرستها موجودة لحد الوقت في منشيت البكري تشارع الامام الحرس الجمهوري هتلاقوا مدرسة شايماء هي البنت اللي تقتلت اللي قتلها مين اعوان اي من الظاهر الارهابي كان وقتها مجموعة كانوا في اليمن نزلوا مصر عملوا عملية اللي بقول لحضراتكو عليها ثم بعد ذلك مع حول اغتيال وزير الاعلام صفة الشريف وبدأت العمليات اللي اغتيالت في مصر ارهاب هو ده الارهاب اللي جالنا من افغانستان من الظاهري واسامة بن لادن الوقت ده اسامة بن لادن نقل مكانه الى السودان قعد في الفترة من تلاتة وتسعين اربعة وتسعين الى تقريبا ستة وتسعين سبعة وتسعين ثم عاد بعد ذلك مرة اخرى طرد من السودان الى افغانستان وبدأوا يخططوا للعمليات الاكبر اي من الظاهري ملوس ايديه بدماء شعب مصر اي من الظاهري هو من قام بتفجير السفارة المصرية في اسلام اباد عام خمسة وتسعين وعندنا شهداء من الدبلوماسيين المصريين في هذه السفارة المصرية في اسلام اباد قدام حضراتكو ايه قدامكوه في نوفمبر خمسة وتسعين مين اللي الترط فيها الارهابي اي من الظاهري working on the Indy هما دول المصررات لا من فجروا سفارتنا في اسلام اباد عام خمسة وتسعين وعندنا شهداء من الدبلوماسيين المصريين والإداريين المصريين كانوا في هذه السفارة المصرية من العمل هذه العملية الارهابي اي من الظاهري سفارة المصرية في عام خمسة وتسعين على فكرة في اليوم دا تحديدا سفارة المصرية وكان في عربية مفخخة هيتم تفجيرها في نفس التوقيت في منطقة خان الخليلي في وسط القاهرة وجهاز أمن الدولة في ذلك الوقت كان وقتها اللواء أحمد العدلي رئيس جهاز أمن الدولة أحبطوا هذه العملية العملية دي بالمناسبة أنا نشرت تفاصيلها باعترافات بتفاصيل كاملة في الأهرام صفحات كان هيتم تفجير العملية دي كانوا عمليتين دي في إسلام أباد وفي نفس الوقت في خان الخليلي تخيل خان الخليلي لو عربية مفخخة كانت وقتها طن من المتفجرات انفجرت في خان الخليلي ما الذي كان جرى إيه اللي كان يحدث كم آلاف كان يموتوا هل دول كانوا بيتكلموا على دينه وعلى أسلام لا عايز القتل أكتر عدد من الضحايا من الأبرياء